شنو هي مقاومات الجامعة الأهلية الناجحة؟ أولاً المهنية ثانياً الرصانة العملية ثالثاً البنى التحتية والمختبرات العملية لكن بوقتنا هذا بدون حفلة تعارف صاخبة ومسيئة للحرم الجامعي وبفنانين شعبيين وبحضور مشاهير الصدفة صارت كل المعايير السابقة متسوفلس ونجاح الكلية من فشلها صار يعتمد للأسف على تصويرها لحفلات التخرج والتعارف وبطريقة تنطي فرصة لكل شخص ينتقد الطلبة والطالبات ويتهم حملة الشهادات ابتهم مسيئة وباطلة احنا كلنا درسنا بجامعات ومختلف التخصصات وكنا ننتظر يوم التخرج دقيقة دقيقة لكن يا ترى يصير يشوفوا هذه الصورة اللي تعبنا على مودها أربع أو خمس سنوات حفلة تهريج وبكل إساءة للطلبة والكادر التدريسي ولحرمة المقام الجامعي لا تخلون حفلة زايدة عن اللزوم تعكس صورة عن الطلبة الخريجين بأنهم خريجين دقوا رقص خلينا نحتفل بالمعقول لأن خير الأمور أوسطها ولا تخلون مشهور صدفة أو رئيس جامعة كلهم من الفلوس يوصلكم للناس على أنكم راضين بهذا الوضع ترى الخير يخص والشريعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر